السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنواصل اليوم في بقية الشابتر الثاني بالنسبة للشابتر هذا اللي هو عنوانه Rigid bodies, Equivalent systems of forces خلال الشابتر هذا حنشرح بعض المسائل حنبدأ بالمسألة رقم 5 السؤال متاعة المسألة هذي بيقوله Determine the moment of the couple يعني حنجيب العزم متاعة الكوبل اللي هو يتكون من two forces اللي هي 40 اللي هم متحكسين يعني وعندهم نفس القيمة متوازين خلال استعمال perpendicular distance between the two forces يعني حنستعمل المسافة العمودية ما بين القويتين يعني هذا هو المحور متحت القوة الأولى اللي هي 40 ومحور قوة ثانية المسافة هذي اللي هي D يعني الحل بيقول أنه العزم متحت الكوبل بيكون المسافة العمودية اللي هي D القوة F اللي هي 40 لكن السؤال المطروح كيف حنجيب المسافة D كيف نجيب D لو نأخذ مثلا المثلث هذا اللي هو قائم الزاوية طبعا لازم نعرف الزاوية يعني اللي موجودة هذه الزاوية هذه كلها هي خمسة وخمسين نفس الزاوية هذه خمسة وخمسين يعني هذه هي عشرين يعني الفرق ما بينتها من الثنين اللي هو خمسة وثلاثين يعني على طول هذه مقابلة هذه خمسة وثلاثين درجة شو تمثل الزاوية خمسة وثلاثين درجة هذه بالنسبة للمسافة هي مقابلة يعني D حتكون الوتر في الصين خمسة وثلاثين الوتر نطع المثلث هذا اللي هي المسافة هذه اللي هي ميتين وسبعين ملي متر ميتين وسبعين متر نحول هنا المتر تصبح 0.270 متر في كم اللي هو الوتر في الصين خمسة وثلاثين طبعا بتكون هذه المسافة D طبعا ما ننسى أنه الخمسة وثلاثين هي أصلها خمسة وخمسين إلى أشين على طول بنعوذ الآن بتكون D اللي هي هذه اللي هي 0.327 في الصين خمسة وثلاثين في الأف طبعا الأف اللي هي قيمتها أربعين يعني نضربها في الأربعين بتكون النتيجة النهائية ستة واصل واحد تسعة أربعة ستة نيوتن متر هذا هو العزم منتعة القبل شايفين يعني سهل نمر الحين البروبلم رقم ستة البروبلم رقم ستة بيعطينا بعض المعطيات يقول لك أنه الجاذبية هي تسعة ثمانية واحد والمص اللي هي ميتين كيلو يعني المص هذي ميتين كيلو حاوز يعرف قيمة القوة تتبتع الشد اللي هي TAC والTBC يعني هذي قوة الشد TBC وهذه TAC لشان يكون الجسم طبعا في حال اهتساد أول شيء لازم نجيب الفارس تريانجل أو الفري بودي دياغرام طبعا هذا هو الفري بودي دياغرام اللي هي موجودة يعني نفس القوة هنا اللي هي موجودة يعني مثلا هذه اللي هي W اللي هي تساوي كم تساوي المص في الجي المص اللي هي كم اللي هي ميتين نضربها في التساعة ثمانية النتيجة بتكون 1962 نيوتن هذه هي الدابليو يعني 1992 نيوتن يعني القوة هذه نفسي المتجح منتاحها اللي هي هذه الدابليو طبعا القوة هذه اللي هي TBC اللي هي مجهوذة والقوة هذه اللي هي TAC اللي هي طبعا مجهولة بالنسبة للزوايا يعني بتكون الزاوية هذه 60 هذه 15 وهذه 105 طبعا المجموعة بتاعت الزوايا لازم يكون 180 درجة هنا هنستعمل Law of Signs يعني هنستعمل Law of Signs قانون السين شو بيقول للقانون السين بيقول انه لما يكون عندك زاوية يعني لو ناخذ مثلا السين امتعت اي زاوية مثلا لو ناخذ الزاوية المقابلة لW اللي هي 60 لو ناخذ سين ستين يعني نقزمه على القوة W يساوي نفس الشي يساوي السين بتاعت الساوية 15 اللي هي مقابلة تي اي سي تساوي السين بتاعت الساوية 105 اللي هي تقابل تي بي سي طبعا علشان نجيب تي اي سي لو ناخذ المعادلة هذي W معلومة لانها 1962 جبناها لو نضرب هذه في هذه بطريقة مقص من جيب تي اي سي كم تساوي تي اي سي بتكون W اللي هي 1962 نضربها في الساين 15 على ساين ستين على طول بتكون تي اي سي على طول يعني قيمتها تساوي خمسمية ستة وثمانين نيوتن هذي تي اي سي بالنسبة للتي بي سي هناخذ يعني الحين اصبح تي اي سي معلومة نقدر ناخذ المعادلة هذي او ناخذ المعادلة هذي وهذي يعني هذي مع هذي ناخذ هذي هذي مع هذي لانها هذي معلومة احسن يعني تي بي سي كم تساوي لو ناخذ المقص هذي فيها تساوي هذي فيها هذي عفوا بتكون تي بي سي تساوي W اللي هي 1962 في الساين 105 على ساين 60 النتيجة تي بي سي تساوي 2188 نيوتن هذي هي التي بي سي ويكونوا يعني بالطريقة هذي جاوبنا على السؤال او المسألة رقم ستة الحين نمر المسألة رقم سبعة نفس الشي بيعطينا هنا الزاوية الانحناء اللي هي الالفة تساوي 20 درجة ويقول لك يجيب القوة دي اي سي والتي بي سي علشان الجسم هذا يكون في حال تتسان طبعا W نفس الشيء بيعطينا لها 1200 نيوتن طبعا الفري بودي دي اجرام القوة او القوة اللي هي الو تساوي 1200 نيوتن التي بي سي اللي هي مجهولة والتي اي سي طبعا مجهولة اول شيء هنجيب الزاوية الزاوية هذي اللي هي خمسة درجات هذي خمسة ثمانين وهذي خمسة وستين طبعا هذي كلها معطيات لكن كيف هنجيب يعني تي اي سي و تي بي سي هنكتب الصين لو هنكتب تي اي سي اللي هي الزاوية المقابلة تي اي سي اللي هي خمسة ثمانين الزاوية المقابلة تي اي سي كم؟ يعني اذا كان هذي خمسة عفوا اذا كان هذي خمسة وستين وهذي خمسة سبعين يعني الزاوية هذي ما هي خمسة وثمانين مفروض تكون مية وعشرة يعني هذي مية وعشرة بنصحها الزاوية هذي مية وعشرة لشان نسبة لو نحسب المجموع بتكون يعني مية وثمانين درجة يعني تي اي سي بنقسمها على الصين مية وعشرة يساوي تي بي سي على صين كم هذه التي بي سي هذه الزاوية كم 5 على صين 5 يساوي الـ 1200 اللي هي الـ W على الصين كم 1200 اللي هي القوة هذه بتقابلها 65 على الصين 65 طبعا نستعمل المعادلة مثلا هذه مع هذه بنجيب التي بي سي التي اي سي على طول التي اي سي بتكون كم بتكون 1200 في الصين 110 على الصين 65 النتيجة بتكون طبعا 1244 نيوتن هذه هي التي اي سي بالنسبة للتي بي سي انا اخذ المعادلة هذي على طول التي بي سي بتكون 1200 يعني هذي في هذي بتصين خمسة دراء على صين 65 بتكون النتيجة النهائية 115.4 نيوتن هذه التي بي سي طبعا هذا الحل امتع لبروغلم سابن طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله نلتقي بالشابتر القادم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة